أهلا بكم أعلنت المدرية العامة لمكافحة المخدرات أنه في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات والخلايا التي تمتهن تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية للمملكة فقد تم بتوفيق الله وبالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة الامفيتامين المخدر مخبأة بطريقة احترافية داخل شحنة خضروات حيث تم ضبطها والقبض على مهربيها متهمين اثنين من الجنسية السورية وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وأكدت المدرية العامة لمكافحة المخدرات حرصها على متابعة جميع الأنشطة الإجرامية التي تهدف إلى استهداف المملكة بالمخدرات وتعقب المتورطين فيها لإحباط محاولتهم وتنفيذهم